إلى تطورات الأوضاع العسكرية في تعز حيث صدت وحدات من الجيش الوطني هجوما جديدا شنت ميليشيا الحوثيين الانقلابية على عدد من المواقع في الجبهة الغربية من المدينة وقال مصدرنا عسكريين أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع الجيش في الجبهة الغربية بهدف تحقيق تقدم في منطقة حدران والصياحي وتبت الخندة غرب المدينة غير أن المحاولة باءت بالفشل وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني رصدت تحركات الميليشيا وأكدت جاهزية القوات لصد هجمات الحوثيين في مختلف الجبهة وخلال الأيام الماضية ركزت الميليشيا الحوثية الانقلابية هجماتها على المواقع السابقة بهدف التقدم والسيطرة على الطريق الرئيس المؤدي للمنفذ الوحيد للمدينة في المنطقة ولمتابعة تفاصيل ما يجري من أحداث عسكرية تجري في محافظة تعز ينضم معنا عبر الهاتف الناطق باسم محوري تعز العقيد عبدالباسط البحر مرحبا فيك سيادة العقيد إذن هذه التطورات الأخيرة التي نشبت من خلال المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثيين في حذران على وجه التحديد ما الذي نتج عنها وما الأسباب التي أدت إلى اندلاع مجددا الحقيقة منذ أيام تحاول الميليشيات الانقلابية أن تحدث أي اختراق في هذه الغبهة بالذات الغبهة الغربية للتعز سواء في محيط معسكر اللواء 35 سابقا المطار القديم أو في حذران وادي حذران والخندق وأيضا منطقة الصياحي القريبة والمطلة جدا على منطقة الضباب التي يمر من خلالها الخط الرئيس الرابط بين محافظة تعز ويصلها بالمحافظات القنوبية والشرقية الهدف الرئيس لهذه الميليشيات إحكام الطوق وقطع شريان الحياة وإعادة الحصار الكل على تعز التي استطاعت خلال السنين الماضية تجاوز هذا الحصار وفتحه جزئيا من المنفذ الغربين عدة زحوفات ومحاولات بالتسلل وتحشيدات وهجومات تحت غطاء ناري كثيف بالكاتيوشة والمتفعية الثقيلة والدبابات وأيضا العربات لكن الجيش الوطني بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل عزائم الرجال الأشداء الأبطال استطاع أن يكسر هذه الهجومات ويعيد هذه الزحوفات خائبة وخاسرة ويقبرها على التراجع والفرار في كل محاولاتها السابقة وأبطالنا ثابتين ثبوت القبال في هذه المواقع ذكرت في كلامك بأن الحوثيين يحاولون تحقيق تقدم على المواقع التي تسيطرون عليها وبفضل قوات الجيش الوطني وأبطال الجيش الوطني استطاعوا صد هذه الهجمات المتتالية لكن من أين يأتي أو تأتي هذه العناصر الحوثية لتشن هجماتها على مناطق أو مواقع سيطرة الجيش الوطني من أي مناطق يأتون؟ أقصد ما هي المواقع التي يأتون منها؟ طبعا لديهم أماكن تمركز في خط الستين وخط الخمسين الشمالي المحيط بالمدينة من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية للمحافظة وخط الستين هذا يعتبر خط دائري يصل محافظة تعز بالمحافظات الشمالية وبمحافظات إيب وذمار والمحافظات الشمالية الأخرى وأيضا هناك عناصر من المحافظات الشمالية بالإضافة إلى المتحوثين من بعض المديريات الخاضعة تحسيطرة الميليشيات حتى الآن وبعض المغرر بهم من أبناء القبائل ومن أبناء إيب وغيرها يلاحظ أيضا سيادة العقيد بأن الحوثين هم من يبادرون بالهجوم وتسلل إلى مواقعكم لماذا لا تحدث العملية بالعكس تماما أن يبادر الجيش الوطني ليهجم على مواقع الحوثين وبالتالي يسيطر على هذه المناطق أو المواقع التي يهجم منها الحوثيون الحقيقة هذه طبيعة الحرب وطبيعة المواجهات أن تكون اليوم في إطار الدفاع النشط قد تتحول غدا إلى الهجوم أو إلى أعمال قتالية أخرى هذه أمور طبيعية في المواقعات العسكرية وفي الحروب نحن قبل أيام كنا نهاجم وبشدة في أكثر من جبهة اليوم الحوثي أعاد تموضعه وعاد تجميع قواته وأيضا قام بالتحشيد والتعزيز بالآليات والعناصر القتالية إلى جبهات تعز ويحاول إحداثي اختراق وبالتالي يتصدى له الجيش الوطني كان هناك أيضا هجوم بالجيش الشرقية في السرمين والكريفات السفلة وأيضا كان في شمال شرق المدينة وعلى الليلة الماضية أيضا كان في غرب المدينة هذه طبيعة الحرب وطبيعة المواجهات يعني تنتقل بين أنواع الأمال القتالية من الدفاع إلى الهجوم إلى المسير إلى غيره إلى المعركة التصادمية إذن كما تقول بأن الخوطيين مهما حاولوا من عمليات التسلل والهجوم المتكرر إلى أن أبطال الجيش الوطني في كل مرة يتصدون لهذا الهجوم ويولقنونهم دروسا في هذه الحرب شكرا جزيلا لك ناطق محور تعز العقيد عبد الباصط البحر اشتركوا في القناة